دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث ولا تبدو هناك أي بوادر لإنهاء هذا الصراع الآخذ في التصعيد يوما بعد الآخر بل على العكس من ذلك تشير معظم الدلائل إلى استمرارها أياما وأسابيع أخرى وربما أكثر لسيما مع التأكيد الروسي المتواصل أن عملياتها العسكرية باقية حتى تحقيق أهدافها كاملة والإصرار الغربي على ضرورة إنهائها في أقرب وقت ومع تواصل العمليات العسكرية الراهنة يشارك حلف الناتو في مناورة هي الأكبر عسكرية منذ الحرب الباردة تصديفها نرويج وأطلق عليها اسم تمرين الاستجابة الباردة بمشاركة أكثر من 30 ألف جندي من 27 دولة سيتدربون في درجات حرارة ما دون الصفر على أرض الميدان تختلف الموازين وتتغير خريطة السيطرة بين القوات الروسية والجيش الأوكراني في حين لا تراوح المفاوضات الدبلوماسية مكانها ولا حديث عن التوصل إلى وقف إطلاق النار قريبا فيما يستمر فرار المدنيين من نيران الحرب منذ اندلاعها قبل 18 يوما واستغياب مؤشرات عن انفراج وشيك ومع إعلان بعض الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالسلاح والعتاد للمساعدة على مواجهة القوات الروسية يتخذ هذا الصراع بعدا أكثر خطورة خاصة أن موسكو اتهمت الولايات المتحدة بتصعيد التوتر وقالت إن الوضع يزداد تعقيدا بسبب شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا التي تعتبرها القوات الروسية أهدافا مشروعة وفي التصريحات التي نقلتها وكالة ناس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لم يوجه المسؤول الروسي أي تهديد محدد لكن أي هجوم على هذه الشحنات قبل أن تصل إلى أوكرانيا سيمثل مجازفة بتوسيع نطاق الحرب أمام هذه الاتهمات كشفت واشنطن أنها سترسل ما قيمته 100 مليون دولار من الأسلحة الصغيرة الإضافية والأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وذلك بعد مناشدة المسؤولين الأوكرانيين الحصول على مزيد من العتاد للدفاع في مواجهة القصف المكثف من جانب القوات الروسية وتأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13 مليار و600 مليون دولار لأوكرانيا ضمن برنامج قيمته تريليون ونصف تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر المقبل ووصفت روسيا العلاقات بينها وبين حلف الناتو بأنها وصلت إلى نقطة الصفر مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي حوار مع حلف الأطلسي في ظل استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة بل إن موسكو قالت إن تعزيز قوات الناتو وبنيته التحتية بجوار حدودها مباشرة وخطة نشرها بشكل دائم هو استفزاز متعمد يرفع مستوى المواجهة في منطقة البلطيقة فماذا تخبؤ الأيام المقبلة؟ وإلى أي مصير تتجه المواجهة بين الغرب وروسيا؟ موسيقى